السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أبطال؟ هل أنتم مستعدون لندخل الوحدة الخامسة؟ للصفة الخامسة الابتدائي الفصل الدراسية الثالث يلا باقي إلينا شهرين ونخلص والوحدة هذه بتكون آخر وحدة إلينا في صفة خامس ابتدائي تمام؟ يونت فايف معناتها الوحدة الخامسة ماي داي ماي شي ملكي شي إريي شي أنا أمترك لما أقول أي شيء أي كلمة فيها ماي ماي تايبل معناتها طاولتي مجرد أقول ماي أضفت لي في آخر الكلمة طبعا في اللغة الإنجلينزية عكس يعني مثلا ما نقول داي ماي لا نقول ماي داي يومي أليمولز حيوانات بس لما نضيف الماي في البداية نقول ماي أنيمولز حيواناتي إذا كنت عندك حيوان أليف أو ما أتوقع أنه بيكون عندك حيوان مفترس لأن أغلب العوائل ما ترضى بدخول الحيوانات المفترسة داخل المنزل بلايسس بلايسس أماكن بس لما أحط ماي في البداية أقول ماي بلايسس يعني أماكني يعني شيء إلي مكاني طيب فأحين عرفنا أن الماي هي الملكية شيء إنت تمتلك شيء إلك شيء خاص بك مثلا ماي بادر أبي ماي مادر أمي ماي سيستر أختي ماي برادر أخي ماي تييتشر معلمتي ماي باك كتابي ماي بان قلمي وهكذا طيب طولك تايم طولك تايم ذات مين وقت التحدث يعني هذا الوقت أني بتحدث في أني بتكلم في أوكي نمبر ون لسن رما أنت الآن تسمع استمع أن تساي وقل لسن أن تساي لدينا ما بين شخصين طيب الآن وأنت في الفصل أكيد المعلم بيختار اثنين من الطلاب أو الطالبات اللي يستطيعوا قراءة الجمل بشكل جميل المعلمة أو الأستاذ ما بيختار طالب ما بيعرف يقرأ بيختار طالب يعرف يقرأ وواثق من نفسه وما يخاف وهو يقرأ يعني حتى لو أنه مثلا يتأتأ ما بيختار مثلا في فئات من الطلاب بيقول tell me about your day الأستاذ هذي يتنرفز منها لأن هذه القراءة مرة تنرفز كأن أقول أخبرني عن يومك أسكد يعني يوم با الأستاذ أو المعلمة تقرأ الشيء frontly that's mean بطلاقة ف أنت بتسأل زميلك بتقول tell me about your day tell me أخبرني about عن your day يومك again tell me about your day فأنت أو صاحبك بيقول لك I get up at six o'clock أنا أستيقض الساعة السادسة تماما طيب أنت بترد تسأل بعد سؤال question what time do you eat lunch what time أي ساعة do you do you eat تتناول lunch الغداء what time do you eat lunch at two o'clock then I do my homework الساعة الثانية تماما ثم then ثم أكتب I do my homework ثم أكتب واجباتي الآن أنت بتسأل السؤال الثالث فهو بجاوب يا أي يا لا do you watch TV in the evening هل تشاهد الترفاز في المساء يعني في الليل فزميلك بجاوب إذا كان يشاهد بيقول yes I do نعم أفعل بس إذا كان ما يشاهد فبيجاوب no I don't لا لم أفعل فنسأل السؤال الخامس والأخير what do you do on the Saturday ماذا تفعل يوم السبت what do you do on the Saturday فيجيب زميرك I play with my friends ألعب مع أصدقائي number two practice the talks in pairs تمر على الحديث بشكل ثنائي مع زميلك مرة أخرى مع معلمك مع أخوك مع أختك مع whatever مع والديك number three practice and act out the talks in pairs تمر ومثل الحديث بشكل ثنائي الآن راح نقولها without translate tell me about your day I get up at six o'clock what time do you eat lunch at two o'clock then I do my homework do you watch TV on the evening yes I do what do you do on Saturday I play with my friends next page الصبح الذي تريها fun time exercise four what time is it listen and number are you ready yes we are number one it's nine o'clock number two it's seven o'clock number three it's eleven o'clock number four it's twelve o'clock number five it's three o'clock now listen again and check exercise six ask and answer in pairs let's practice first what time do you get up I get up at seven o'clock what time do you go to school I go to school at eight o'clock where do you eat lunch I eat lunch at school what time do you come home I come home at three o'clock what do you do in the evening I watch TV and play games now you do it ask and answer in pairs use the chart to make notes you 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 you